استمع مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر بند المساعدات الفنية والتقنية لتقرير الخبير المستقل حول السودان خلال دورته الثانية والأربعون وأشاد الخبير الأممي بالإعلان الدستوري ووثيغة السلام بين الأطراف السودانية التي تم التوقيع عليها في أغسطس الماضي والتي أسفرد عن تكوين حكومة مدنية في مطلع سبتمبر ووصف وثيغة الاتفاق بالإيجابية خاصة في فقرتها الرابعة عشر الخاصة بالسلام والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والحريات نحن منذ أن بدأنا قبل أسبوعين في السودان في الحكومة الجديدة التقينا بوفد فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وأكدنا لهم التزامنا بفتح مكتب للمفوض السامي في السودان وفي الخرطوم وفي الولايات الأخرى هذا المكتب سوف يقدم دعم فني سوف يقوم بالرصد وسوف يرفع تقارير إلى الأمم المتحدة ونحن قبلنا ذلك لأننا نرى أن أي حديث عن نقاط الضعف في نظام حقوق الإنسان في السودان أو في الالتزام بحقوق الإنسان في السودان سوف يساعدنا على معالقة هذه النقاط فهذه مسألة ضرورية جدا سوف نفعل هذا الشيء مع المنظمات الوطنية كذلك وخاطب المجلس السيد وزير العدل الدكتور نصر الدين عبدالباري مؤكدا أن المرحلة الانتقالية ستشهد تطورات عديدة في مجال حقوق الإنسان والحريات وأكد حرص السودان على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بما يحقق شعارات الثورة وعلى رأسها بص الحريات وإقامة العدل وتحقيق السلام الشامل في كافة أنحاء البلاد الخطة هي أصلا واحدة هي الالتزام بالمواثيق العالمية لحقوق الإنسان تطبيق هذه المواثيق وحماية حقوق الإنسان في السودان وعدم الانخراط في تجاوزات لحقوق الإنسان السودان أصبح تحت الإجراءات الخاصة لأن الحكومة السابقة كانت على سبيل المثال تعتقل الناس خارج نطاق القانون كانت هناك مشاكل في كل إيزاء السودان وحروبات لا زلنا نعاني من آثارها ومن بعضها إلى اليوم لذلك الحل أو المدخل للخروج من هذه المشكلة ومن هذه الإجراءات أن نلتزم بحقوق الإنسان دوليا وداخليا واعتمد مجلوس حقوق الإنسان فتح مكتب قطري للمفاوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان وأشهدت المجموعة الدولية في جينيف بالتطورات الإيجابية التي حدثت في السودان لا سيمة والمتمثلة في الحكومة الانتقالية وأن ثورة ديسمبر جاءت من أجل حقوق الإنسان وثمنت المجموعة العربية تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان وأشهدت المجموعة الإفريقية بتجعب السودان مع آليات حقوق الإنسان الأممية في فتح مكتب قطري في السودان في مناقشته لملف حقوق الإنسان أبدت كثير من الدول تفاؤلها بالمرحلة القادمة في شأن ترقية وتحسين حقوق الإنسان في السودان طه يوسف حسن قناة النيل الأزرق مجلس حقوق الإنسان جونيف